الحقيقة يعني في معرض شارق الدولي كتاب في نتخته الأربعين وتحت شعار هنا لك كتاب هنا لك كتاب يعني موضوع وعنوان وشعار عميق جدا لكل شخص في هذه الحياة ولكل شخص في هذا المجتمع أي موضوع قد يستهوي سيجد له كتاب في أروقة هذا المعرض لذلك كما كان في اللقاء السابق مع زميل وديع كانت هناك يعني لقاء مع الكاتبة حول التنمية البشرية والتنمية الذاتية وأهمية ترتيب الحياة والتعاد عن الروتين الممل والمعهود إذن شهر الكرام ما زلنا مستمرين في برنامج استنارة هذا البرنامج متزامن مع فعاليات التظاهرة الثقافية الأكبر في العالم والمميزة التي تميزت بها إمارة الشارقة حول العالم وأصبحت تظاهرة عالمية ليست فقط محلية إذن شهر الكرام ما زلنا مستمرين في استنارة ونرحب ضيوفنا الكرام ونصد الضوء على إصداراتهم وكتاباتهم الجديدة إذن ضيفي اليوم كاتب إمارات الشاب شغفة بالكتابة وبحر في عالم الكتابة وأصدر له مؤلفين ونذهب إلى الكاتب الطموح إبراهيم الحمادي مساء الخير إبراهيم مساء النور أهلا وسهلا ديك العافية إبراهيم الله يعافيت مشكوين على الصدافة هذا البرنامج وجد للكتاب المميزين وأنت كاتب الحقيقة ومصود الضوء على كتاباتك وهذا المعرض دائما نلتقي في أروقة تهبية الكتاب والبرنامج خصص لكم إذن إبراهيم لو نتحدث عن إصدارك الأدبي الذي كانت تحت عنوان سطور مهملة سطور مهملة هو صداري الأول سطور مهملة رواية اجتماعية ناقشت فيها العنصرية بين الديانات وهذا الشيء تقريبا نشوفه في بعض مجتمعاتنا دائما كان شيء حساس أن الأغلب يخاف أنه ينقل أو يخاف أنه حتى ينصح فيه دائما أنا أتحدى نفسي أني أنقل للمجتمع أشياء تفيدهم دائما أنا أقول أنا ككاتب أنا لسان القارئ هذا الأمر إبراهيم تأتي للكاتب مسؤولية مجتمعية والمسؤولية المجتمعية مهمة جدا تبنيك أنت للمسؤولية المجتمعية مهمة بأن تتبنى قضية قضية التسامح وكذلك هي رؤى وتوجهات دولة الإمارات في سياستها طبعا في مقولة قريتها يوم الأيام تقول كن أنت التغيير الذي تريده للعالم فمن قريتها المقولة قلت أني أنا بتحدى نفسي ولازم أكتب وأنقل للناس الشيء اللي مش رايمين يعربون عنه نعم إذن عندما يكتب الكاتب ليعبر عمابي داخله أعتقد إبراهيم أن لديك مصطلح تعته عنوان حمى الكتابة ما الذي ينتابك عندما تكتب؟ أشعر بأنني أعيش مع الشخصيات أحس أنهم يكبرون معي يعيشون معي أعيش حزنهم أعيش فرحهم فأعتقد أن هذا الشيء من الكاتب فعلا يتقمس فعلا يكون هو دائما أنا بين السطور أكون شفاف أكون أنا على سجيتي نعم هذا بحباته عندما يكون الكاتب يتوغل بين شخصيات وروايته هنا يكون أكثر قربا نعم وأكثر واقعيا أكثر ملموسا يعني دائما أقول أنا أبقى أوصل لقلبك يبر ذهنك عندما تحيك حبكة أي رواية هل تجد بأن الأمر صعب؟ جدا 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 كيف تحبك هذه الروايات؟ نسمع أتقمسهم أعيشهم أحط عمري ومكان مريع ومكان فاطم ومكان علي إذن ننتقل كذلك إلى الرواية التالية من قتل أبي؟ هذه الرواية أعتقد صدرت لك في عام 2020 نعم وكذلك كانت في الأدب الاجتماعي واجتماعيات نعم رواية هاي تناقش سؤال واحد سؤال وجداني وعميق جدا هل الحب يأتي من فراغ أو حتى بالفترة من حياتنا من خلال الشخصيات؟ ما أقدر أحرق ولكن بس أقدر أقول أن هاي رواية تناقش سؤال واحد هل الحب يأتي من فراغ أو حتى بالفترة في حياتنا؟ نعم إذن بما أن تتكلم عن الحب وهل الحب يأتي من فراغ بالنسبة لو نعود إلى هذه الرواية عتيج كانت من أبرز الشخصيات وجود يعني رجل وشخص في هذه الرواية أكيد هو العنصر الأساسي في بناء هذه الرواية؟ نعم عتيج من الشخصيات اللي دايما نشوفها في مجتمعاتنا الشخصيات الصلب الشخصيات اللي فجأة تشعرين لهولا أنه ما عنده مشاعر أو ما يحس بأي شعور نعم فلازم نحن نتعمق في هالشخصيات ونفهمهم أكثر يعني ترى ليش البني آدم يصير جامد ويصير كالنجمات يعني هالبني آدم ماذا قلب يمكن من صعوبات الحياة من المواقف التي تعرض لها هذا الشخص؟ ويمكن أشياء عميقة أكثر نعم إذن شوقنا للرواية إبراهيم إذن إبراهيم حاولت في كل رواياتك الصادرة في السابق بأن تكون كتابتك سلسة وأن تكتب باللغة العربية الفصيحة نتحدث عن هذا الأسلوب في الكتابة لغتنا جدا عميقة لغتنا لازم نحن نتم نتداولها ونتعلمها فدائما أسعى أني أكتب باللغة العربية الفصحة بالطريقة السلسة نفس ما قلت أني أوصل لقلب القارة وبنفس الوقت لازم نحن نمي لغتنا نحن هي موجودين عشان نحارب باسم اللغة نعم بما أن ذكرت يجب أن نحارب باسم اللغة كيف لنا أن ننمي لغتنا العربية؟ بالقراءة بالقراءة بالاستطلاع بني أحاول أن أتداولها حتى بالكلام حتى تلاقينا أغلب شباب هالوقت دائما بالمصطلحات الإنجليزية وما أعرف شو فلازم نحن نعيد نظر بموضوع لغتنا لغتنا جدا مهمة نعم إذن المعروف عن إبراهيم أن كتوم في الكتابة كذلك شخصيتك كثير حساسة وهذا ما رأيناه من خلال مؤلفاتك إبراهيم الحمادي لكن التعبير متى أهميته في الورق؟ التعبير يرمم الخراب اللي فينا يرمم الشتات يرمم هالكتمان فدائما أقول البني آدم يوم يصير بينه يعني يصير مع الورق يكون وايد شفاف فدائما أسعل التعبير عبره عن ما في خواطركم نعم إذن إبراهيم تمنى لك التوفيق في مجال وعالم الكتابة ومعرض الشريق الدولي للكتاب وجده من أجلكم وأنتم الكتاب أبناء الإمارات وكذلك من الكتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك خارج حدود دولة الإمارات كل الشكر كلمة أخيرة لك أحاب أشكر معني الصدافة هاي وأقول نحن هنا في الشارج نتحدى العالم وتحدى الوباء والعالم يقرأ من الشارقة وفي هذا اللقاء نكون عزيزي المشاهدين وصلنا لختام استنارة لهذا اليوم نلتقيكم إن شاء الله بالغد بحلقة جديدة متجددة ونرصد لكم هذا الحدث الأضخم والأضخم محليا وعالميا وكونه أولى المعارض العالمية في القراءة والمخصصة للكتاب إذن لنا لقاء بإذن الله بالغد من خلال برنامج استنارة تقبلوا تحياتي أنا عاش الزعب وتحيات فريق العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر